السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر سيد سامير من قناة ايزي جرامر هنتكلم النهاردة عن يونيت 7 بورت 1 عن الوحدة السبعة الجزء الاول من منهج كونيكت للصف الثاني اللي ابتدائي طبعا ده منهج الترمي التاني حصري لقناة ايزي جرامر هنتكلم عن جزء او درس من الوحدة السبعة والوحدة بعنوان into the countryside طبعا كلمة countryside معناها الريف into the countryside يعني في الريف او الى الريف تمام؟ طبعا الفيديو بتاعنا مقسم الى اهم الكلمات اللي موجودة في الدرس الاول بعد كده يليها المحادسة اللي موجودة بين هنا والجدة تمام؟ وبعد كده شرح الاهم الجرامر اللي موجود في الوحدة طبعا هنعرض اهم الكلمات اللي موجودة في الدرس الاول وبعد كده هنعرض المحادسة اللي موجودة في الدرس فتعالوا نشوفي الكلمات اللي موجودة في lesson 1 اول حاجة عندي كلمة pinch اللي هي المقعد الطويل مقعد pinch وخ هنا بتنطأش ما ينفعش اقول pinch واسكت pinch شه لا pinch اكي بعد كده كلمة الطلاب اتصف في الساني الافدائي واخدينها قبل كده في سنة اولى كلمة rainbow rainbow اللي هو كوس كزح rainbow اوكي شوف بعد كده طبعا الكلمة دي سهلة جدا ها مين هيقولها يا احباب يلا كلمة طائر طائر اوكي شوف الكلمة اللي بعد كده كلمات سهلة برضو نهر نهر اوكي نشوف الكلمة اللي بعد كده زهرة او وردة يعني ايه flower flower اوكي كلمات خدناها قبل كده كلمة lemon ما نقولش lemon لأ غلط lemon غلط اسمها lemon lemon اوكي شوف بعد كده شوف بعد كده grass يعني العشب grass يعني العشب tree شجرة tree طبعا كلمة شجرة كلمة tree شجرة سهلة طبعا كلمات سهلة جميلة مش فيها حاجة صعبة معظمها واخدينها قبل كده هون bark bark يعني هذيقة park يعني هذيقة شوف بعد كده كلمة plant يعني نبات plant يعني نبات تعالوا نشوف بقى المحادثة الموجودة عندنا المحادثة عبارة عن مكالمة تليفونية call conversation conversation يعني محادثة تليفونية اوكي محادثة تليفونية يلا نشوف المحادثة دايرة بين مين ومين المحادثة هتكون دايرة بين الجدة وبين هنا شخصية رئيسية موجودة في كتبنا يلا نشوف المحادثة اول حاجة هنا بتقول where are you grandma او grandmother زي ما احنا واخدينها grandma or grandmother where are you اين انت يا جدتي فالجدة بترد عليها I am in the park انا في الحديقة it's a beautiful انها جميلة there is a rainbow there is a rainbow يوقع قوس قزح بالوانه لايه بالوانه الشهيرة موجود فين في السماء نشوف بقية المحادثة فهنا هتسأل ايه جدتها سؤال كمان هتقول is there a river هل يوجد نهر طبعا is there تركيبة جديدة هناخدها بمعنى هل يوجد يعني هل موجود في نهر موجود is there a river هل يوجد نهر وطبعا لما السؤال بيبدأ باز بتكون الاجابة الطبيعية عليه yes or no فالجدة هتجاوب عليها وتقول no the recent لا مش موجود نهر هتبدأ هنا تسأل كمان سؤال تاني is there a pinch هل يوجد pinch في مقعد طويل موجود في مقعد كبير موجود فالجدة هتقول ايه yes the res ايه موجود يوجد هناك مقعد and i am on the pinch now وانا قعد على الايه المقعد الان تاني again is there a pinch فال yes there is and i am on the pinch now وانا قعد على المقعد الان اكي طيب تعال نشوف التركيبات اللي موجودة عندنا عندي there is ده بيجي معاها اسم مفرد ودي معناها يوجد هناك يوجد هناك the res ويجي معاها اسم مفرد فيقول there is a bee يعني توجد نحلة there is a flower يعني يوجد ايه زهرة there is a tree يعني توجد ها شجرة there is a bird مفرد يوجد طائر اكسلان اوكي يبقى there is بيجي دايما معاها اسم ايه اسم مفرد اوكي نشوف بعد كده اما there are بيجي معاها اسم جمع there are بيجي معاها اسم جمع فبيقول there are trees توجد اشجار او يوجد هناك اشجار there are plants يوجد هناك نباتات اوكي شوف بعد كده is there زائد اسم مفرد وده السؤال بمعنى هل يوجد هناك is there يبقى طبعا ليه اخترنا is عشان جاي مع there اسم ايه مفرد فبيقول is there واتفقنا اشجار سؤال لما بيبدأ ب is بيكون بمعنى هل وبتكون الاجابة عليه yes او no فراح ايه رادد قال ايه yes the trees لو انا هجاوب بالاسبات يعني بالموافقة فاقول yes the trees طبعا لو هجاوب بالنفي او بالرفض فاقول ايه لا مش موجود يعني فاقول no the reason وطبعا طالما جبت no لازم اجيب معاها النط انت لو لاحظت ان انا جاوبت yes ونا عكست السؤال بدل ما هو is there عملت المقص او عكست الفعل المساعد وايه وزير عكست مكانهم وقلت yes there is we know there is not او the recent طبعا عارفين ان not الاخصار بتاعها in وفي الختام اتمنى ان يتقبل الله مننا هذا العمل اللهم علم ينتفع به كان معكم مستر سيد سامير من قناة ايزي جرامر اتمنى ان الفيديو يعجبكم تعملوا لايك للفيديو وشير كتير عشان يصل لكل الناس اتمنى انكم تعملوا سبسكرايب للقناة واتفعل جرس التنبيهات عشان يصلك كل جديد انت زورينا ان شاء الله في بارتو تو ليونت سيفن اتمنى ان الفيديو يعجبكم كتير باي باي